هو بيعمل صف تاني للمنتخب او صف تالت انت بتتكلم من مهضة هتكمل بيوم كابتا حسام يعني احنا ممكن تكسر العالم مسلا 26 نلاقي من دولار اربعة خمسة اساسيين في منتخب مصر لا المشكلة اللي هتواجه اللعيب دي هتواجهها في الاندية مش في المنتخب انها تلعب في الاندية انها تلعب في الاندية انت النهاردة محمود صبر هل هيلعب في برمز المالكة بأسا لأعروه سموح طيب الفكرة يعني انت انت اللعيب بلعب اساسي منتخب مصر فين وجهة النظر عندك ان انت ما تلعبوش هل فيه عندك افضل منه انا شايف ان محمود صبر من اللعيبة رقم 8 افضل من افضل اللعيبة اللي موجودة في مصر في الوقت ويلعب عليها حد من وجهة نظر انا الشخصية يلعب عليها حد لعيب كوالتي عالية جدا كوالتي عالية جدا بلعب ريجليل اتنين بيشوت بريجليل اتنين بيعرف يجيب الجوال بيعرف يكمل كمان مع التحدي الفيرويد كوالتي عالية جدا كوالتي عالية جدا يعني التاكر يعني مهاجم فاهم قصدي يعني عنده كل القدرات والمكانات اللي اتأهله ان نلعب فاحسن عندها في مصر او او يحترف كمان ابراهيم نفس الموضوع ابراهيم عادل هل ابراهيم عادل النهاردة بعد ما تعاقد فيرمتز مع صديق جول هل النهاردة هيلعب اساسي في المكان اللي هو بيعتاد عليه ولا ممكن يرحله نحي تلمين ولا رمضان صبح اللي هيلعب هي المشكلة كمان ناحية اليمين برضو مصطفى فاتح مع مصطفى فاتح مع مصطفى فاتح طب عشان كده بقولك اللعيب مشكلتها في الاندية مش في المنتخب ورفض احترافه كمان يعني كمان شوف يعني يعني انت بقوم صديق جولة مع رمضان صبح قلناها حتى انا عبر رحمان مجدي مع مصطفى اه ابراهيم رفض احترافه يعني اكيد مش هيلعب اساسي ابراهيم كل المتشات اكيد لا اعتقد ابراهيم اللي هيبقى هيبقى موجود بشكل اساسي ناحية الشمال هيلعب على اجولة انا وجهة ناظري هو هو في النادي فرتكون الحرب اللي اتعاملت عشان يجيبه صديق كلهم سيخلق بالك السنة اللي فاتت هو الراجل هو الراجل غير مركز رمضان لعبه عشرة عشان ابراهيم عادي كان موجود في المكان دوت بيلعب بشكل كبير ومكسبهم اغلب المتشاوط السنة اللي فاتت فكان فرق معهم بشكل كبير فانا على الطاقة اللي هو هيبقى موجود بشكل كبير في المكان دوت هو برضو صديق أجولة لعيب جامد جد يعني انت برضو من لعبة الكويسة جدا في الدوري بسه خد لك رمضان اللي بلعبش مركز عشر مش كل المتشات يعني مش بيقدي فيه بالشكل طبعا مش رمضان اللي عارفين يعني حيقل من قدرته لا والمدرب مش كل المتشات انا لعيب تهارف ملعب اما ده خاني نص الملعب فانا برضو هخد ملعب هتقل لاو يا كابتو المتشات كلها ما بلعبش في ملعب عشر يعني انت برضو المتشات اهلي زمانك الفرقة كبيرة في مصر اسماعيل بلعب بتلاتة فرص ملعب مش كده يعني يعني ده حقيقي هو في الغالب اصلا في نص المعب تريو كارتي ومهند التلاتة دول تريو كارتي ومهند فعلا التلاتة بلعبه فرمضان اللي لعب ايه تخمة صحيح اه ما هي تخمة في الحتة ديت من الفرق اللي هم اصلا عندهم رقم واحد زي رقم اتنين بالزبط يعني برضو صراح الحتة دي حتى في نص المعب فالنقطة دي اللي بقولها كابتن احمد بلال اعتقد هتبقى مشكلتهم في الاندية مش في المنتخب مشكلتهم في الاندية فالنهاردة كمان هو كابتن حسام عشان الدنيا فيها توقف النهاردة اخد كوك عشان ما بيلعبش مطشات رسمية كتير النهاردة محمد شحاتم خوش الزمالك عمر موجود باكرايت وعنده باكليفت هتلاقي بياخد ادوار قليلة في الزمالك مع الثلاثة بتوع نصر مع حتى احمد عيد واحمد عيد ما بيلعبش اصلا كريم العراق بيلعب بشكل هو المؤسسة عليه لو هولك الحاجة بحميد كمان حاجة مهمة جد النهاردة انت النهاردة زي ما انت بتقول لسي محمد بيقول النهاردة فيه توقف انت فانت عندك امكانية انك تاخد اللعيبة دي لو خدت اللعيبة دي ما بتلعبش في الاندية وتغلبت مثلا او النهاردة النهاردة نتائج مساعداتك فانت خلاص انت عندكش مشكلة تكايك هتصعد افراقيا مفيش مشكلة طيب هل هتقدر انك تاخد اللعيبة دي في كاس الامم وهي في كاس الامم وهي ما بتلعبش في الاندية تمام وتتغلب او تجازي في المجاسفة دي وتقول انا انا قدرت ان انا اعمل تيم لمنتخب مصر لا طبع هتبقى صعب هتبقى مستحيل وهتبقى ظلم للناس اللي موجودة بتلعب بشكل اساسي في الدورة وما خدش عدوارها بس يقدر يعتمد اتنين تلاتة يعني كيروش مسلا في كاس الامم لما راح ما خدش بحس انفيصل ولا احمد رفعت الله يرحمه ولا خد تلاتة اربعة اللي هم كانوا اساسي خد عبد المنعم دي المنعم كان بيلع في فرقته كان في فيوتشر 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 خد اكرم توفيق خد مهند لاشين يعني خد تلاتة اربعة من الوجوه الجديد كانوا بيلعبوا فانا اعتقد كمهو كابتا حسام هيصف في الموضوع تلاتة اربعة ولا دول هيفضلوا بديل بودلة مع الفترة الجاية نهاردة كمان الفيرود اللي هو يعني انت مصطفى محمد ومرموش الفيرود التالت بتاعهم مين وسامة وسامة فيصل نهاردة سامة فيصل نسبة لعبة في البنك الاهلي بقى صعبة نهاردة جايب احمد ياسر ريان وعنده الفيرود التاني يوء النور دوت الاتنين فراودة فانت داخل فخنقة برد فانت الكسة مش سهلة مش سهلة خالص برضه الفيرود مصطفى مصاب النهاردة مرموش حصل له حاجة لقدر له موقوف بتاع مين اللي هيلعب ده بالتالت هتدور على مين في مصر يلعب بما موجود فيرود هتضطر تحط صلاح فيرود مهندكش حل للكت طب محمد شريف طب هو اخد بالك ولو ملعبش في النادي بتاعه هل هيبقى موهل اصلا فنين انه يلعب طب انا هتبقى مشكلة كبيرة جدا سؤال قبل متع الفاصل طب في لعيبة كابتن حسام ضمها من المعصفات اللي فاتت اختفت زي الشامي مثلا يعني في لعبة كابتن حسام حسام كان حريصا انه يضمها الوقت بقتش موجود هل مش موجود عشان هو غير السراتيجية بتاعته ولا هو ما مدلوش اللي هو كان متوقع ولا ايه في رأيك لا في رأيي يعني ما خدش المتوقع منه لانه هو اخد بالك النهاردة هو مقتنع بكوك لما شافه في البطولة الوديا اللي كانت هنا في استاد العاصمة مزبوط تمام حس انه لعيب عنده قدرات اللي هو محتاجة حسام حسن فبالتالي كوكا ملعبش في الاهل فبالتالي النهاردة ضمه المنتخب لقناعاته الشخصية لكن انت مثلا بتيجي تقول لي هتأغد كوكا المنتخب اقولك اغده ازاي هو ما بلعبش كل نهاردة دلآه تمام ممكن يكون قدراته الفنية هزاك ده مش هاستمر للترقى دي على طول لا طبعا استحال استحال اللي يخد بالك سمعني برضو الموضوع كون ان انت تقعد فترة ما بتلعبش وفكرة الفكرة بتاعت زمان ان انت النهاردة مقتنع بالأي فهيلعب غصب عنك او غصبا عن اي حد انا هجيب انا مقتنع بيه حتى مبعبش في النادي بتاعه دي الفكرة دي مش هت يعني صعب تتكرر تاني في الوقت الحالي انت عندك زمان ما كانش الى فيه سوشيال ميديا ولا كانت الناس بتنتقد الانتقاد اللازع ده وما كانش وكان عندك اللعيبة اللي حواليك في الملعب كلها لعيبة سوبرسترز كلهم ممكن يشيلوا اي حد جنبه لكن النهاردة كل اللعيب محتاج يشيل نفسه بس في المنتخب كامل بدأ بيه بدأ بيه فجأة اختفى هو ممكن يكون الكابتن اكيد مليون في المائة بيغير قناعاته وفي نفس الوقت غالده كويس للمدربين انك تغير قناعاته مليون في المائة انت النهاردة انت وجهت نظرك يعني الكرة فيها متغيرات كبيرة جد النهاردة لعيب مستوى ماشي بشكل كبير متأقلم مع المنتخب وبيقد بشكل كبير كويس اوي مع المنتخب ممكن تلاقي فترة بيروح النادي شنط اللي فاتت في افريقيا موكبتن حسام شايفو ما اجابوش عشان ما بيقديش بالشكل كويس او اللي هو او حتى ما خدوا مع المعسكر ما قداش الشكل اللي هو يعني برضو انت بتحسي بالفراودة اللي موجودة تلت اربع فراودة جامدين في المنتخب هو الشمي مالوش دور وكوينج انت تلاعب الشمي وينج على مين في المنتخب مع كل الاحترام الشمي اللعب من لعبك كويس جدا في الدوري لكن على الموستوى الدولي الامور مش سهلة المكامة العاصمة بيكبرش اه هو بيغير قناعات الصلاحة ودي بيزة في مدربين مدرب ما يكبرش في مدربين بتكبر يعني في مدربين مش هقول الأسناع عشان اللعبها ما نحرجهاش بس في مدربين جابت لعيبة السنين اللي فاتت واثرت عليها في المنتخب وقالت ما مشوا الناس ما اقتنعتش باللعيب وبعد ما مشوا اللعب قد اختفت لا المدرب اللي ما يكبرش ده مدرب ناجح من وجهة نظر الشخصية انا النهاردة اخد بالك اصل اللعيب النهاردة اللعيب يعني في طول الوقت يعني ما فيش لعيب بيستمر يعني في البيك بتاعه الوقت خويل الا بقى اللعيب اللعيب العالي لكن انا النهاردة انا احترامي حتى للدوري العام المصري برضو ابراز انك تجيب لعيب سوبر ستاري يفضل فيه شغال طول الوقت ده موضوع صعب جدا صعب صعب جدا وكمان حتى لو كان لعيب كولتي عالية جدا انت حل انت تضمن انه لما يروح المنتخب بلعب على المستوى الدولي يبقى لعيب قوي ولعيب وهيديك المرضود اللي انت عايزه صعب بدليل عندنا دلائل يعني عارضة حسين الشحات مش من افضل لعيب الموجودة ومؤسرة في الاهلي جدا مابلعبش المنتخب مصطفى فتح ده مبيروحش المنتخب رح مرة واحدة مصطفى مبيروحش رح مرة واحدة يعني انت بتتكلم على على واحد ويصاب حتى وخرج يعني اول مؤسرة اللي هتفتح وبالنسبة للنقطة ديت انا برضو يعني انا عشانا في الجيل عندنا في الوقت بتاعنا يعني في لعيبة جامدة جدا في الدوري واحد مثلا يعني هو لعيب جامد جدا وكان كان فارق جدا مع النادي الاهلي في وجوده في الفترة كبيرة اوليد سليمان اوليد سليمان كان عنده مستوى سابت مع النادي الاهلي فترات كبيرة كانش بيبقى موجود في المنتخب حتى الفترات اللي كان بيجي فيها المنتخب ما كانش بيلعب فهو ده مش شرط انه بقى بقى مميز في الدوري او بقى مميز في المكان دوت هبقى موجود في المنتخب وهلعب والكلام ده كله يعني برضو عشان في نقطة بتتقال برضو الكلام بيتقال كتير في حتة زيزو زيزو من اللعبة الجامدة جدا في الخمس ستة سنين اللي فاتوا في الدوري المصري لعب كويس جدا ولعب فارق مع ناس الزمالك بشكل كبير جدا هو النهاردة لما ييجي اي مدير فن في المنتخب يحط زيزو بشكل اساسي مش في مكانه بقى ده بيديك دلالة عن زيزو لعيب مهم ولعيب مؤثر بس يديره مع المنتخب لوجود صلاح ملعبش في مكان أخر سيبك من كده بس اي مدير فن ما بيستغناش عنه بيبين لك قد ايه كيمة اللعيب النهاردة النهاردة بيلعب بتشكيل فيه مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح وترزيجيه وبلاقي مكان نزيز سواء المدرب ده او اللي قبله او اللي قبله او اللي قبله يعني اي حد بيلاقي له مكان فانا بقول اللعيب القورة اللي هو عنده عقلية برضه كبيرة بيفرق كتير جدا في مستوى وفي وجوده من المنتخب هل هو هيبقى اه لاقل نفسه مكان في المنتخب ولا لا هي دي تنواجة نظر اللي اللي يعني بس الكوال في دي قليلة اه بس خد بالك في نقطة برضه مهمة في الحتة دي مشكلة المنتخب في الوقت الحالي ان كل الناس الجمدين بنغة الكرة بلاقوا في الحتة القدام كله كل الناس الجمدين في مصر بلاقوا في الحتة اللي قدام يعني انت مثلا عندك الاثنين سنترباك عندك مثلا عبد المنعم كان جال وقت معاليها اللي كان داون شوية تمام جنبه رامي ربيع انت برضه يعني ما تيجي تعول عليه برضه الامور بتبقى صعبة شوية في مصدي الباكين الباكين اللي عندك الاثنين سواء الرايت ولا الليفت عندك فيه مشاكل تمام الميتفيلدرز اللي عندك عندك فيه مشاكل انت الحتة زيزو بلعب ريت وينج. تريزيجي ومرموش وصلاح ومصطفى محمد وزيزو وعايز منهم تم عايز منهم تريبا تلاتة لعيبة. تلاتة بس. مش محتاج اكتر من كده. نحن محتاج تلاتة من ست لعيبة. نت وزخرت انت ما قولتش برم عادل. ده انا بكلمك. لا ما انا بكلمك في لعبة السيئة بتاع اللي بيعتمد عليها حسام حسن. فيه تلاتة اربعة كمان. ست لعيبة جمدين جدا. جمدين جدا. السيئة بلعبه بنفس الماكن. بنفس الاماكن. فهم بها. ما جبت ده حطيته هنا احطيته هنا. يعني انت الماتش اللي قبل مش بتاع النهاردة اللي قبلية. بلعب تريزيجي فيه. نص ملعب. نص ملعب. نص ملعب. نص ملعب. يعني هو مش هو مش بيرضي اللعيبة على فكرة. بس هو عايز يستفيد بقدراته. بالامكانات الكبيرة دي. اه بصبت يعني انا عندي واحد زي زيزيزو بيجري عنده يققى بدنية عالية. يقول عيب كرة كويس وهيل وتمام. وعندي واحد زيزيجي واحد هدفه وينج رائع جدا. طب هلعبهم فينا. تلاقيهم على مرموش. هتلاعب على صلاح. تمام. هتحض مكان مستجعدي. العدالة في الحتة اللي قدام. مش عدالة في التوزيع حسام حسن. يعني خط الظهر ونص الملعب. لو الكوة اللي قدام دي تتوزع عليهم. طبعا. 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 احنا يعني هنطلع فاصل دلوقتي. بس نقدر نقول. كابتن حسام حسن النجاحات مش قصة بس نتائج. ولا تآهل. عنده نجاحات اخرى فنية بدأت تظهر في قياته للمنتخب. مش كده؟ لا لسا بشوفتاش دي بسراحة. انت تكلم على الاختيارات يعني اصدق؟ على اللعيبة على انه يعمل صف جديد. على ان انت تحس ان في قاعدة بدأت تن... انا مكنتش حاسس ده وقت فيتوريا. لا بس انا انا ادخله في تاكتكس وبتاع... ما هو ده وهو اتكلم على حتة الفنيا في الملعب انا معايا. انا انا معايا في تيه. اه. نسا المدولة في المردودة اقولك انت انت نجحت في الاختيار. احنا احنا حطينا قدينا على النقطة الكويسة كلها دلوقتي. انا بس انت انت بتكلم على فنية اللي هي مش عاصمة. انا شفت البص اللي انت بتقولي انا نزلته من شوية. انا كاتب بعيدة عن الحتة الفنية اللي هي مش عاصمة. ايوا ايوا انت بتتكلم في نيية انت بتلمس على الحاجات الكويسة. اما الحتة الفنية لسه برضو احنا انت مش شايف الشكل الفني اللي هو النهاردة بتروح كل ثلاث دقيقة على الطرف وبتخترك من العمك وتقدم كرة حلوة والسمسمية والحلقة يعني الحاجات دي اه انت فايل لا دي دي ما فيه يعني لسه مش موجود احنا بنلمس على الحاجات الايجابية الصراحة يقول مولد ده هياخد وقت طبعا 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 هياخد وقت طبعا المدربين ياخد وقت اخد بالك وهل انت هتقدر انت كمدير فني تستمر بهذه الجرأة في الماتشات التقيلة الكبيرة اخد بالك مش مشكلة حسام حسن انه مقابلتش فرقة تقيل لا بالعكس هو محقق نتاجي مطلوبة انت مش عايز منه حاجة تاني الراجل اللعب اربع ماتشات كسب لاربع ماتشات والدنيا تمام وزي الفن وروح في دورة افريقيا ومشي في كاسة العام زي الفن فانت النهار ده الراجل محقق الجولز اللي قدي وليحطاتها لنفسه اول ما حطوطها للمنتخب اول مفترض المنتخب عايز يوصلها لكن هل انت هتقدر النهار ده تلعب قسامة فيصل وتلعب حمود صابر وتلعب خالد صبحي وتلعب المغرب وتلعب المغرب والسنغالو نيجيريا وكوديفور هل هتقدر تستمر هل هتقدر تحط اتنين منهم تمام مش هقولك الاربعة بقى ولا الخمس هتقدر تحط اتنين منهم في المباراة الكبيرة دي ده اللي حيبان في الفترة اللي جاي طيب نطلع فاصل ونجاوب على السؤال ده هل لو هيقابلك مغرب هيحط اتنين من دور ولا لا من السابعة ده اللي كتبهم لنا كابتنى حمود دي فاصل سريع ونبقى عنا تواصل مع حمود رافي اشتركوا في القناة